ما نقل لك راجعين الدارنا ما نقل لك راجعين الدارنا أنت هنة وأنت كل ديارنا بسرعة قضت بسرعة قضت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عظم الله أجورنا وأجوركم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة المهد الفضائية حياكم الله وهذه التغطية الخاصة في هذه الليلة الأليمة يوم الأربعين ليلة الحادي والعشرون من سفر وهو يوم الوداع للخدمة الحسينية ويوم رحيل المواكب وعودتهم إلى أهليهم ومحافظاتهم ومدنهم خلفي الآن أسطول كامل وجرارات كبيرة من السيارات والمركبات وغيرها لتنقل المواكب وتعود إلى أهليهم كونوا معنا بهذه التغطية لنعرف المشاعر والحزن واللوعة لدى خدمة سيد الشهداء عليه السلام لفراقهم تلك الخدمة العظيمة حياكم الله وكونوا معنا وضعت هالأيام هالأيام نتلاقى من بعد عام بعد عام بالأربعين أبا عبد الله أنت الهوى أنت الماء أنت الروح أنت هنة أنت أولادنا أنت راسماننا يا حسين ما نقل ما نقل ما نقل ما نقل ما نقل لازمنا مشاهدين الكرام مستمرين بهذه التغطية الخاصة بيوم الأربعين وهو يوم الوداع ويوم الحزن ويوم اللوعة على قلوب محبي سيد الشهداء عليه السلام وهم يودعون أيام الخدمة الحسينية والآن مع خدمة المواكب الحسينية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عظم الله تعالى لكم الأجر ولكم الأجر إن شاء الله هنيئا لكم هذه الخدمة طوال هذه الأيام وهذا توفيق من الله والحسين الحمد لله والشكر لله حقيقة أنت وفيت وكفيت وإن شاء الله رأسكم مرفوع وبيضت وجه الحسين إن شاء الله إن شاء الله لكن أريد أسئلك على سؤال هذه التغطية اليوم عددناها بهذا الخصوص شنو شعورك اليوم بعد انتهاء الخدمة وانت جاي اتجهز وتحمل بأغراض الموكل والله الشعور ما توصل يعني وحزن واسن متندمين على هذه الخدمة لانتهت زين هذا اللي يتعب وبده يروح يرتاح وشي عندهم بالعكس الضوجون والله ضايجيني كل الخدمة وكل المواكب كلها ضايجة يعني شي تفلش وتروح لها شنو السر؟ السر في ذلك وين انت برأيك والله سر يعني يمن الإمام الحسين سلام الله عليك يا الله يمن الإمام الحسين حسين معنى يعني ما توصل شي ما يوصل لا صغير ولا كبير ولا حجي ولا حجيني انت بالتأكيد بعد هذا العمر الطويل يعني حصلتوا أثر هاي الخدمة إلها أثر؟ شي أكيد يعني يبين على خدمة الموكب أكيد الأحوال متغيرة أنبقة نفس الشي لا لا شيء سنة عن سنة تغير الأحوال وهذا من خير الإمام الحسين سلام الله عليك كريم المسيح شي أكرب عزيز احنا نسأل الله بسيد الشهداء عليك السلام أولا أن يعجل فرج صاحب الأمر والزمان وإن شاء الله السنة جاية وياه وبالخدمة إن شاء الله وثانيا أن يتقبل منكم هذه الخدمة جميع إن شاء الله ويحفظكم إن شاء الله سالمين غانمين بأهلكم وأموالكم بأهلكم ما جورين إن شاء الله ما جورين إن شاء الله ما جورين حياكم الله حياكم الله حياكم الله إذن مشاهدين الكرام ابقوا معنا بهذه التغطية موسيقى موسيقى لم لم يانا الموكبي بدمع الخسارة لم لم يانا الموكبي بدمع الخسارة مثل واحد شال مبيد قرارة مثل واحد شال مبيد قرارة عين مني بعيد تحكي ويا المنارة عين مني بعيد تحكي ويا المنارة موسيقى رب لا تجعلها يا خرز موسيقى موسيقى ونحن في هذه الصور الإيمانية المخلصة لسيد الشهداء عليه السلام لكنها ممزوجة بالدمعة واللوعة على فراق الخدمة الحسينية لازمنا مستمرين بالتغطية الخاصة لوداع هذه الخدمة ونهاية الخدمة الحسينية ومع خدمة سيد الشهداء عليه السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وهنيا للكم هذه الخدمة نحن نعرف أن زيارة الحسين وخدمة الحسين توفيق صحيح فهنيا لكم المعدة توفيق ما يقدر يجي أكيد أحسنتم فأنت أجوا إلك أنا أريدك توصف لي أنت مشاعركم بعد هذه المدة التي كنت بها هنا ومن أي محافظة أنتم نحن ناصرية قضاء الشاطئ موكب قدام شبل الحسن نعم نحن ذول الشباب كنا شباب ويانا أخونا حميد الشبير مبروكين إن شاء الله قدمنا خدمة نقدر عليها للزوار فسد ما أدرك خدمة عظيمة بس إحنا الشعور اللي اليوم وأنتم بعد هاي الأيام والله شعور صاحب حيث زين بعد هذا التأب واللي يعلموا ما بدكم ترتاحون أنتم دا ما أكبر خدمة الحسين ما بيراها والله سنة كاملة نخدم سنة كاملة نخدم سنة كاملة نخدم أنا أشوف يعني أنتم يعني عادة اللي يبعد عن بيته وعن أهله من يريد يرجع يعني يرجع فرح مسرور إلا أنتم الآن أرى يعني الدمعة بوجوهكم والحزن واللوعة على أفراق هذه الخدمة صحيح السر شنه السر بأيكم يا مابا عبدالله السر هو هذا السر يا مابا عبدالله الحسين الحسين شي ما يتوصل الله يتقبل خدمة يا مابا عبدالله 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 أنا مابا عبدالله يا مابا عبدالله السلام عليكم عليكم السلام أهلنا وسهلا خالد عظم الله لكم الأجور الجميع ان شاء الله توفيق من الله هنيعي لكم الخدمة طوال الجميع ان شاء الله ما بذلتموه للحسين ان شاء الله أضعاف يجي من الحسين نشاء الله سلام الله للمستوا أثر من الخدمة حصلتوا أثر بالسنوات تغيرت الأحوال لحو الأفضل لا Um certain أنا عن سنة نحن نقول الأرضا إن شاء الله وخدمة ونا شعور الخسرون أنتو كل سنة جايت بالذون وتبقون صار لكم أيام كل الخسارة ماكي للحسين كل الخسارة ماكي السهر وتعب وكل هاي نقول قصيد الحسين فعلا لأن التجارة مع الحسين رابحة حجيني اليوم شن شعورك وأنت جاي تعزل وعلى أبواب الرحيل والله 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 وحق هذا الحسين حتى الشباب الشباب يجون جماعة لهم العودة إن شاء الله يقولوا ماكي عودة عندنا أدنا كل أيامنا حسين هي وهنا صديق ماكي عودة عندنا حسين هاي الشيعة تأمينه من كل أسبوع أسبوعين والزور وتجي ويومية أدنا حسين إن شاء الله وما نقصر أدنا حسين لحد قطع رجلين والله ايه والله وماكي لا نعاش ماكي نوم أنا سنة كياب هاي الشباب أستكلها أنا بس قاعدين أنت المحروض هسا بعمرك إنه يرتاح ومسرور يرجع لبيته بس أنت أشوف الحزن عليك أصطر أنا أقل لك ضغوط ورجلي نحن علم منوص صلينا أنا حبايا ما ضغط ما أبلحها والله يا عظيم ما أبلح إلا روح لهلو ألا حتى مسيومين أنا بلايا حبايا ما أبلحها شر الحسين هذا شر الحسين يعني وين نطبخ وأكل ونوم ماكي والله كهرباء هاي شهر ظروف الجو وهذا جو هاي سنعنا حارة كهرباء قاعد تطبخ والقاعدين لها سوال منوص صبح والله الكريم وكلها قلوا ما تنامون قلوا ما ننام هاي تحملها ونصبها وكملها وكلهم جباب 18 سنة و 16 سنة ويجون عليهم وقلوا العودة قالوا شن العودة والله والله ضاجوا كل ماسه ضاجوا قالوا رحلو فلهنة يعني بعد ماكي خدمة كلهم ماي شباب وشمان شوي مقصي لابا عبد الله ومضحى إلا العميق الضخ واحد ما تجي لابا عبد الله وهمني جب لايا هذا والله الكريم الجميع إن شاء الله الجميع كل سنة وكل عام في خدمة الحسين والله كل سنة وكل عام ويومية حسين موفقين إن شاء الله الجميع إن شاء الله يحفظكموا الحسين إن شاء الله وشيعة أمين وكأنه يقول بتلك القصيدة الخالدة لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا يا حسين والله لا جواب إلا أنه حب الحسين وجنون بسيد الشهداء عليه السلام شاهدين الكرام عندما نتحدث ونقول أن الحسين عليه السلام هو سر من أسرار الله كيف لا وهو ابن فاطمة الزهراء وريحانة رسول الله الحسين جعل خدامه بحالة من الجنون ومحبي الحسين وزوار الحسين وخدام الحسين بكافة أشكالهم وألوانهم ووضعهم الصحي يخدمون الحسين ويشعرون بالتخصير وهذا ما وجدناه عند جميع خدمة الحسين أنا لا أقول حالة استثنائية لكن فليعرف العالم أن الحسين له محبين مهما تعددت أشكالهم وأصنافهم وصحتهم معي ذو البصيرة معي ذو البصيرة وخادم من خدمة سيد الشهداء عليه السلام تحديداً من مدينة الشطرة المدينة الحسينية المعروفة الآن دعوني أتحدث بكل عفوية مع خادم الحسين المخلص وذو البصيرة إن شاء الله وأن أنت لا ترى بعينيك لكنك ترى بالبصير أحسنتم والحسين استشعار سلام عليكم يا حبيبي أبو سلام شا اسمك أنت حبيبي؟ أنا اسمه رضا أحمد العطيب رضا أنت خلي أبدوياك أولاً أنت إش قد عمرك؟ أنا عمر 17 سنة أنت تارك المدرسة أو بالمدرسة؟ بالمدرسة بياصة السفتاني توسط شونك زين؟ زين حصلت على معدد بلاثة وتشعين بون ستة جيد الآن رضا خادم الحسين بهذا العمر يتحدث لي أنه ذو علم وواصل المرحلة يعني وهذا دليل على أدلة أن محبي سيد الشهداء وخدام سيد الشهداء من الطبقة الواعية وهي تعي جيداً خدمة الحسين عليه السلام فهذا مثال وخير مثال إن شاء الله نحن لها ونحن لفخر أنت إن شاء الله أنت قدها مثل ما يقول بالعالمية نعم إن شاء الله تعالى رضا سولف لي وأنت بهذا الوضع الصحي يمكن غيرك يقعد ويستراح وما يجي أنت شكم يوم صار لك هنا بالخدمة؟ 17 يوم حوالي من يوم 7 ما شاء الله من 7 صفر أنت موجود هنا شنه السر اللي يمخليك تارك مدينتك وأهلك وجاي إلى مدينة كربلا؟ هنا أخدم الحسين هنا لم تهمني صحتي هنا أنا خالصة كشي كشي عايف كشي وجاي هنا للحسين يستاهل الحسين تجي أنت؟ أنا ما تهمي صحتي ما تهمي عندك أنه الكفيف مشوف قلب عندك ما عندك؟ قلب يعني عندك أيضا شنه عندك بالقلب أنت؟ فتحة فتحة بالقلب وكفيف لا ترى لكنك ترى بعين البصيرة إن شاء الله رضا سولف لي شنه شعورك أنت من تخدم الحسين عليه السلام؟ بمن تشعر أنت؟ شعوري شعوري صعب صعب لا يتوصف لم يتوصف للشخص جزيلا اليوم مسنع إلى نهاية الخدمة وجاي يتحملون بالمواكب والموكب شن الشعوري هذا شي صعب يعني أصعب عليك هاي الحالة؟ هسا جاء أجف من أنه بدكات اسمي الحسين وحاو أو الهد أنا هنا بتجف ما أتحمل لأن الحسين أعوف أنه مشي شون أتحمل لأنه حسين أعوف أنه مشو وخدمة أفتح يعني أنت بدك بعد تظلي هنا أنا تخدي بدي أعسى هذا السنة كامة عوفي بيض وارعد كل اللي جلل حسين هذي؟ والله من دي شي حسين بس تعال شا سوي هني أني لك نعم يشهد الله أدم القلب وآلمني كثيرا وبالتأكيد أنتم مشاهدين الكرام شاب بمقتبل العمر رغم ظرفه الصحي إلا أنه يشعر بالحزن واللوعة على فراغ خدمة سيد الشهداء ماذا فعلت بقلوب محبيك يا أبا عبد الله الحسين ما السر في ذلك؟ ما هذا التعلق يا حسين؟ يا عزيز الزهراء إلهي أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق سيد الشهداء عليه السلام أنتم على ولدنا العزيز خادم الحسين رضا بالصحة والعافية والعلم والبصيرة إن شاء الله تعالى وأنت إن شاء الله ذو بصيرة وحقك أنت تعرف الحسين أكثر من اللي بعض عدهم عيون ما يعرفون الحسين وتاركين الحسين لأن الحسين استشعار بالقلب ما ذكر الحسين عنده مؤمن ومؤمنة إلا واستعبر وخنقته العبرة نعم إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تطفأ أبدا إن شاء الله إن شاء الله شنو رسالتك وش تحب تقوله بختام هذا اللقاء وياك أحب أوصل عنده ضغف صحي يعوف ضغف هاي الشي صحي ما لديه شي ضغف خدمة الحسين ما بيه شي ضغف تعوف بيه تعوف جارب تعوف من الشي وعوف صحتك تيجي هنا تخدم هنا الحسين لا شي لا شي للضغف الحسين فوق كل شي عدك نعم الله يبارك بيك يا حبيبي الله يبارك بيك وهنيا إلك وإنت إن شاء الله كل سنة وكل عام تيجي تخدم إن شاء الله وأكثر وأكثر إن شاء الله يا حبيبي إنت شكرا إلك وشكرا هاي الكلماتك الصادقة وبرك الله بيك وإن شاء الله الحسين ما ينساك إنت إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبي مشاهدنا الكرام وهذه الصورة الإيمانية الحقة الصادقة العفوية ببساطتها دليل على أولئك الذين لا يرون الحسين والله هو ذو البصيرة وهو أولى بمعرفة الحسين منكم يا من تشككون بخدمة الحسين وزوار الحسين اللهم لا تجعلها آخر العهد منا لخدمة الحسين وزوار الحسين والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ورحمة الله وبركاته بسرعة قوضت هالأيام هالأيام نتلاقى من بعد عام بالأربعين العبرة مو بيزادلو لقم بثوابك وإحنا باتر راح نستشعر غيابك وإحنا باتر راح نستشعر غيابك وإن العبرة اللهم الرحمن الرحيم نعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل ونعزي السادة العظام بهذه الأربعينية المام الحسين عليه السلام والله أول شيء القدمة تنعاد علينا من السنة للسنة وهسا احنا بعد عزلنا وأمورنا منتهية شعورنا راح نظر هذه السنة كاملة نظر ندق عليها والنوع في سبيل ترجع لنا مرة ثانية لخدمة زوار الحسين أكيد وثقت لحظاتكم يعني وفدمتكم بالموكب وكذا إن شاء الله بالأيان ضلت استذكروها يعني هو التوثيق الأول شيء من الله سبحانه وتعالى والتوثيق الثاني من الحسين التوثيق الثالث يبقى مثل تصاوير واحد ذكرى واحد مثل يتفاهم من الغلط مالته واحد يتفاهم من الزيادة مالته يعني شوان صير مثل عبره واحد يفتهم من عده وإحنا هاي ننتظرها من السنة للسنة لا 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 ماكو يتعب يعني بالنسبة لي أصالي يومين ما نايم والله في سبيل خدمة المام الحسين وخدمة الزوار وأحنا هاي ننتانيها من السنة للسنة أحنا عدنا مال جاه نسوان زليم كله في خدمة عبد الله الحسين يستاهلوا أكثر من هذا يعني اللي يضحب طفل الرضيع اللي يضحب ابنه اللي يضحب أخوه وإحنا شينا نضحي يعني هذا المال قليل بالحق أحنا نجينانا من يوم ستة صفر إلى يوم عشرين واحد وعشرين نبدل العدنة والما عدنة نبدل الجاه والنفيس في سبيل خدمة زوار الحسين 5 سنة شعرتوا بخسارة مادية لا 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 بالعكس لا احنا خسارتنا والحسين ربح خسارتنا والحسين ويانا ربح يعني تقسر مليون احتمال يجيك مليونين واحتمال ما يجيك احنا ما نفكر في هاي اللي شي حادي احنا كل تفكيرنا يجي الزائر من خدمة نعشين ريقه من بيته نغسل لملابسه ويتوكر واحنا خدام الى احنا اهم شي عدنا رضاة الخدام اهم شي واول شي هي هاي احنا جاينا هنا قدمة زوار الحسين بارك الله بيك ان شاء الله العودة كل سنة العودة علينا وعليك وعلى خدام الحسين والصحة والأمان والرزيق والستير وان شاء الله من سنة لا سنة زيادة وبركة خدمة الحسين احنا موكب أمو البنين قضاء غمواص بحظة دوانية حبيبي خادم حبيبي للجميع ان شاء الله للجميع العبرة لما نشينا نخدمهم أحبابك العبرة لما نشينا نخدمهم أحبابك خطار الحسين فاتحة دوانية فاتحة دوانية فاتحة دوانية فاتحة دوانية حبيبي للجميع حبيبي للجميع على قلوب أحبة أحبة أهل البيت ومحبي سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام وكذلك خدمة المواكب ما عبروا عن ما بداخلهم من الحزن واللوعة والفراق لهذه الخدمة المباركة نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم جميعا ومنا كذلك هذه الخدمة وهذه المهمة التي كلفنا بها لخدمة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وكذلك لخدمة زوار سيد الشهداء عليه السلام فالسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر العهد مننا لزيارتك في الدنيا وشفاعتك في الآخرة تقبلوا تحياتنا في إدارة قناة المهد الفضائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته